تقدم في المحادثات بين السعودية وإيران لكنها ليست كافية لاستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كشف أثناء كلمة له في منتدى دافوس الاقتصادي أن أيدي المملكة السعودية ممدودة لإيران العلاقات الدبلوماسية انقطعت بين البلدين قبل ست سنوات بعد مهاجمة إيرانيين السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد على خلفية الاحتجاجات على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر إثر ذلك أغلقت منظمة التعاون الإسلامي ممثلية إيران لدى المنظمة في جدة الحوار عاد بين البلدين في أبريل العام الماضي في العاصمة العراقية بغداد بعد جهود بذلتها أطراف إقليمية لجمع الطرفين على طاولة واحدة جولات الحوار التي كان آخرها مباحثات الجولة الخامسة الشهر الماضي قالت طهران إنها إيجابية وجادة وأملت أن ترتقي إلى مستوى سياسي عال شارك فيها نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد إيرواني ورئيس الاستخبارات السعودي خالد الحميدان بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لميس السردي تيارتي عربي